اهلا بكم مشاهدي قناة تونسنا في هذا الموعد الاخباري اطلقت قوات الجيش وواحدات الحرس الوطني حملة تمشيت واسعة النطاق بجبال اسالوم من ولاية القصرين على الحدود الجزائرية وذلك في اطار ملاحقة عناصر مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي ان المجموعة يرجح انها متورطة في استهداف احد اعوان الامن في الولاية اواخر شهر جنفي الماضي قال نور الدين حشاد نجل الشهيد النقبي فرحة حشاد ان القراءة الاولى لارشيف جريمة اغتيال والده تشير الى ان مسؤولا حكوميا تونسيا انذاك كان من بين المتورطين في هذه القضية كما اكد نور الدين حشاد في السياق ذاته انه سيضع الارشيف على ذمة الشعب التونسي قبل نهاية العام الجاري حسب قوله اعلن نازيه اسواعي محامي رجل الاعمال خالد القبي انه تم اطلاق صراحي منوي به يوم امس السبت وذلك بعد ان قضى عقوبته كاملة وهي سنتان سجنا بالسجن المدني بالمرنقية حسب ما اوردته جريدة اصريحة يذكر ان التهمة المواجهة لخالد القبي حسب الفصل 96 من المجلة الجزائية هي تهمة المشاركة في استغلال الصفة لتحقيق المنفع والاذرار بالادارة ومخالفة الترتيب القانونية انتقدت نقابة الامة اليوم عزى مفتي الجمهوري عثمان بطيخ واكد كاتب عام نقابة الاطارات واعوان المساجد فاضل عشور ان وزير شؤون الدينية نوردين الخادمي كان يخطط منذ مدة لعزل مفتي الجمهورية وتعويذه بشخص موال للحزب الحاكم ولسلطة الاشراف ويذكر ان رئاسة الجمهورية اعلنت يوم امس تعيين الدكتور حمدا سعيد مفتيا جديدا للجمهورية التونسية والى شأن العالمي حذرت القوات المسلحة المصرية من مغبة الاعتداء على المنشآت العسكرية كي لا تتعرض حياة المعتدين للخطر وجددت القوات المسلحة في بيان تأكيدها على حرية تعبير مشيرة الى ان حق الرأي مكفول للجميع يحميه الجيش المصري ويوفر له التأمين المناسب وسبق ذلك الاستعداد لمليونية الدفاع عن الشرعية الشعبية المقررة الاحد بعد حالة من الهدوء في جميع ارجاء ميدان تحيل وسط العاصمة المصرية اندلعت من جديد مظاهرة حاشدة دعاء الى تنظيمها معارض الرئيس المخلوع محمد مرسي مليونية الدفاع عن الشرعية الشعبية كما اخترت ان تسميها حركة تمرد دعوة منها مناصرها للنزول وبكثفة الى ميادين البلاد من اجل حماية ما وصفته بمكتسبة ثورة الثلاثين من جوان مليونية تمرد الرافضة لحكم الاخوان المسلمين جاءت بهدف مواجهة مليونية السمود او استعادة الثورة التي لا زال يقودها انصار مرسي في رابع العدوية وامام مقر الحرس الجمهوري وميدان نهضة مصر في القاهرة وسط مخاوف من مجازر مروعة قد تؤدي البلاد الى الانزلاق في اتون الحرب الاهلية تصعيد ميداني ومخاوف من موجة عنف جديدة جاءت في ظل قرارات سياسية متتالية اعاقت اعلان رئيس جديد للوزراء حيث اكدت الرئاسة المصرية انه لم يصدر قرار عسمي بتعيين المنسق العام لجبهة الانقاذ محمد البراديعي رئيسا لوزراء نظرا لما قابله هذا التكليف من رفض من قبل حزب النور واعتراض من الاخوان المسلمين الذين يرفضون اية خطوة دون عودة الرئيس المعزول محمد مرسي ونبقى في مصر حيث قال شهود عيان ان تفجيرا وقع الاحد في خط الغاز الطبيعي المؤدي الى الاردن في شبه جزيرة سيناء المصرية مؤكدين ان تفجيرا وقع على مسافة تبعد نحو كيلومترات من العريش التي تعرضت نقاط تفتيش للجيش فيها على مدار الايام الماضية لاطلاق النار من مسلحين مجهولين يأتي هذا التطور بعد ان سيطر مناصرون لرئيس السابق محمد مرسي على مقر محافظة شمال سيناء في مدينة العريش السبت ورفعوا عليه راية سوداء وفي اخر تطورات للاحداث في سوريا قال سفير الاتلاف الوطني لقواء الثورة والمعارضة السورية في باريس ان انتخاب احمد الجرب رئيسا جديدا للاتلاف لن يغير من موقفه تجاه القضايا الاساسية الحالية وعلى رأسها المشاركة في مؤتمر جنيف اثنان مطالبا بذلك رئيس الاتلاف الجديد بحجد كل الجهود لدعم المعارضة المسلحة وتحويل الاعتراف السياسي الدولي بالاتلاف الى اعتراف قانوني يأتي ذلك فيما يواصل الجيش النظامي تقدمه في مناطق يسيطر عليها مسلح المعارضة في مدينة حمص المحاصرة منذ اشهر خرج اخيرا اعتلاف المعارضة السورية من عنق الزجاجة بعد مخاض عسير افضل انتخاب احمد الجرب رئيسا جديدا له خلفا لاحمد معاذ الخطيب الذي استقال قبل اشهر قليلة احتجاجا على الموقف الدولي من النزاع السورية الجرب الذي تعهد فور انتخابه بمنح الاولوية في جهوده لمتابعة الوضع الميداني وتطور الاوضاع في حمص المنكوبة تعرض اعتلافه لبعض التحفظ والنقد حيث هاجم سفير الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في باريس منظر مخوص المعارضة واتهمها بانها وحتى هذا الوقت المتقدم من الصراع في سوريا لم تتعامل ولا مرة لدعم ما سماها الثورة بل كانت تركيزها على المحاصصات وتقاسم المناصب بين اعضائها حسب قوله مخوص وصف ايضا ما يجري في بلاده بانه اكبر ثورة في التاريخ تواجه باكبر نظام تغطي في ذل اسوأ معارضة في التاريخ تصعيد سياسي جاء في وقت لا يزال يتلقى في حي الخالدية بمدينة حمص اهنف الضربات البرية والجوية في ظل حملة عسكرية شرسة يقودها الجيش النظامي لاستعادة السيطرة على احياء حمص القديمة التي تحاصلها قواته منذ قرابة العام في محاولة لاعادة فتح محور يربط العاصمة دمشق بالبحر المتوسط غربا قصف عنيف ومعارك طاحنة ادت الى سقوط العديد من القتل والجرحة الذين غصت بهم المستشفيات الميدانية وسط نقص في غرف العمليات والمواد الطبية مما يزيد في تفاقم الاوضاع المئسوية بالمدينة انفجرت عبوتان ناسفتان صباح الاحد في منطقة الهرمى الشرقي لبنان احدهما في سيارة تابعة للجيش اللبناني مما تسبب باصابة ثلاثة اشخاص بجروح بينهم عنصران في الجيش وانفجرت عبوة ناسفة اخرى في سيارة مدنية خلال مرورها قرب حاجز للجيش اللبناني على طريق الهرمى للدولي المؤدي الى محافظة حمص السورية مما ادى الى اصابة امرأة كانت على متن السيارة وتكررت خلال الاسبع الاخيرة تفجيرات العبوة الناسفة في منطقة البقاع في شرق لبنان التي تضم مناطق نفوذ عدال حزب الله اللبناني وصلت طائرة التي تقل رجل الدين المتشدد ابو قتاد الى العاصمة الاردني عمان الاحد وغادر ابو قتاد بريطانيا على متن طائرة عسكرية الى الاردن صباحا الاحد وبثت قنوات التلفزة المحلية مشاهدة ظهر فيها رجل الدين الفلسطيني الاصل البالغ من العمر 53 عاما مرتديا جلبابا ابيضا اثناء دخوله الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي في قاعدة نورثولت العسكرية غربي لندن هذا ونفا ابو قتاد تهم الارهاب الموجه اليه من قبل محكمة اردنية اعلنت وزارة الداخلية البحرينية ان قنبلة محلية صنع قتلت شرطيا وجرحت اثنين اخرين ليلة سبت الاحد في مدينة سترة جنوب المنامة وهو احدث هجوم يستهدف رجال الامن في المملكة وقال مصدر امني ان ارهابيين اقاموا بتفجير قنبلة محلية الصنع مستهدفين بذلك حياة رجال الامن ومراكز الشرطة في هذه المنطقة ونقل بيان الداخلية عن رئيس الامن العام البحريني قوله ان قوات الامن تصدت الى المجموعات الارهابية وتقول الشرطة انها كثيرا ما تتعرض لهجمات بقنابلة محلية الصنع منذ افريل 2012 دعا عدنان المهنة الذي نظم مظهرات احتجاج في محافظات عراقية عدة ضد رئيس الوزراء نوري المالكي دعا للخروج الى شوارع يوميا وتكرار المظهرات الحاشدة التي خرجت في شوارع مصر وأطاحت برئيس المصري السابق محمد مرسي وقال المهنة ان في وسع المتظاهرين احداث التغيير وهو ما لا يمكن ان يحدث من خلال الانتخابات او بالسلاحة وكان عشرة الالاف من العراقيين السنة قد خرجوا على مدار الاشهر الاربع الماضية في مظاهرات حاشدة للمطالبة باطلاق صراح المعتقلين والمعتقلات وانهاء سياسة التهميش والاقصى قتل شرطي باكساني بهجوم صاروخي شنه مجهولون ما ادى الى احتراق منتج عن صيفي تاريخي وذلك بعد ايام قليلة من اعلان الحكومة الجديدة انتهاء الحرب في اقليم بولشستان وقال مسؤول بشرطة ان صواريخ اطلقت من الجبال القريبة وهو الاول منذ توله رئيس الوزراء الجديد مهام منصبه الاسبوع الماضي الذي حث قوات الامن على انهاء انتهاكات حقوق الانسان ودعم المحادثات مع المتمردين الذين يسعون الى اقامة وطن مستقل في هذا الاقليم احتجت جماعة التوارغ على عودة الجنود الى مدينة كيدال الواقعة شمال مالي حيث تجمعوا خارج المعسكر الذي يقيم فيه الجنود وظل الكثير من السكان داخل منازلهم خشية حدوث عنف من عودة الجنود الماليين الى البلدة التي ظلت تحت سيطرة المسلحين لاشهر بعد العملية العسكرية التي قادها الفرنسيون في شمال مالي وقد اعلنت وزارة الامن في مالي رفع حالة طوارئ المتبقة منذ الثاني عشر من جنفي في البلاد السبت عشية تبدء الحملة الانتخابية الرئاسية التي تجرى في الثامن والعشرين من جوليا اجلت السلطات الكندية ما لا يقل عن الف شخص في بلدة لاك ميجان تيك بعد خروج قطار سهريج لنقل النفط الخام عن القذبان ونشوب حريق ضخم يهدد بتدمير البلدة الواقعة على بعد مائتين وخمسين كيلو مترا من موريال واحرقت النار حوالي ثلاثون منزلا واكدت السلطات الكندية مقتل شخص واحد على الاقل ويعتبر ثمانون اخرون في عداد المفقودين قتل شخصان واصيب مائة وواحد وثمانون اخرون بجروح اثر تحتم طائرة بوينغ سبعمائة وسبعة وسبعين تابع لشركة اسيانا الكورية الجنوبية لدى هبوتها سابت في مطار سان فرانسيسكو وقال فريق الاتفاء ان حدث طائرة الرحلة التي اقلعت من شانجهاي وتوقفت في سيول قبل ان تهبط في مطار سان فرانسيسكو تحطمت على ارض المطار وعلى متنها ثلاثمائة وسبعة اشخاص توصلت الكوريتان صباح الاحد بعد مفاوضات شاقة الاتفاق مدئي على اعادة فتح مجمع كايسونغ الصناعي المشترك بين البلدين والمغلق منذ افريل الماضي حين بلغ التوتر بين سيول وبيونغ يانج اوجه وبحسب وسائل الاعلام الكورية الجنوبية فان الاتفاق الذي وقعه الفريقان التفاوذيان ينص على ان المجمع الصناعي المبني على اراضي كوريا شمالية قرب الحدود مع الجنوب سيعاد فتحه حالما تصبح الشركات الموجودة فيه جاهزة لاستئناف العمل وقرر الطرفان الاجتماع مجددا الاربع القادم داخل المجمع الصناعي نفسه لإيجاد السبل الكفيلة بمنع تكرار اغلاقه في المستقبل دخلت ثلاث سفن تابعة لخفر سواحل الصينية صباح اليوم من جديد مياه جزر سينكاكو المتنازع عليها في بحر السين الشرقي والتي تعتبرها توكيو ضمن مياهها الاقليمية طلبت حراسة السواحل اليابانية من سفن الصينية عن طريق الاتصال اللاسلكي ترك مياه اليابان ويذكر ان الخلافة بشأن عائدية جزر سينكاكو بين الصين واليابان قد احتد في سبتمبر الماضي بعد ان اعلنت توكيو عن تأميم ثلاث من اصل خمس جزر تؤلف الارخبيل عبر شرائها من مالكيها اليابانيين تعهد زعيم المعارضة في كامبوديا سام رينسي بالعودة من منفه الاختياري في باريس الى البلاد وذلك قبل الانتخابات المقرر اجراؤها في 28 من الشهر الجاري وقال رينسي في شاريتي فيديو نشر على صفحته في موقع تواصل اجتماعي فيسبوك انه مستعد للتضحية بحياته من اجل انقاذ البلاد مما وصفها بالكارثة هذا واشادت المعارضة بخطوة رينسي واعتبرتها تعزيزا لفرصه في الانتخابات وقال متحدث باسمها ان وجوده سيشجع المناخبين على تصويت لحزب الانقاذ الوطني الكمبودي مشاهدي قناة نسنا نشكر متابعتكم والى اللقاء اشتركوا في القناة